ازايكم عامدين ايه؟ يارب تكونوا كويسين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الفيديو بتاعنا بقى النهاردة فيديو ان شاء الله يعجبكم ممكن نطبقه مع لحمة او فراخ يعني لو عندك بقى لحمة بيتة في التلاجة او فراخ محدش تاضية كلها شوفي معايا الوصفة دي وان شاء الله هتعجبكم انا كان عندي لحمة مسلوقة في التلاجة بقالها كزا يوم يعني محدش تاضية كلها فانا فكرت لها بقى في اختراع قلت اعمل هنحول اللحمة المفرومة دي لحاجة حلوة جدا كله هياكلها اول حاجة عندي بصل فرمته في الكبة بفرمه ناعم بقى وسط حسب منتو حابين بس انا فرمته ناعم واللحمة بقى المسلوقة دي دي كانت فتفيت محطوطة مرضتش فرمها يعني هي اصلا كانت متفتفتة وفرمت بقى اللحمة المسلوقة دي في الكبة تلعيت لي لحمة مفرومة ومحدش هياخب باله خالص انها كانت لحمة مسلوقة اتفرم بقى انا كان ممكن ان انا قطعها بايدي لو انت ما عندي كيش كبة ممكن تقطعيها بايدي كعادي بس انا حبيت ان انا فرمها علشان لو فيها دهون او اي حاجة تتفرم معها بالمر دي كده اللحمة بتاعتي عندي بقى صنية حطيت فيها زيت بس انا محبيتش ان انا قطر الزيت ممكن تحطوا سامنة كمان علشان انا هعمل بيها حاجة مش عايزة اللحمة تكون دسمة قوي فحطيت زيت وهننزل بقى بالبصل كأنكم بتعصجوا لحمة عادي جدا فيه ناس بتحب تحط توم فلفل الوان فلفل اغضر ده برحيتكم بس انا حطيت البصل بس ممكن بقى والبصل وهو بيصفر كده نحط معاه فصين توم انا برضو مش اسيب البصل ان هو يحمر بس يدوبك ياخد لون زي ما انتم شايفين وهنزل بقى باللحمة هي بتبقى مسكة في بعض شوية علشان اتفرمت في الكبة بس هتفك يعني لما تسخن مع البصل هتفك الوصفة دي برضو تنفع مع فراخ لو عندكو صدور فراخ او اوراك او اي حاجة احطوها في الكبة او ممكن كمان المطحنة اللي هي بتاعت التوابل اه تفرموا فيها الفراخ واللحمة بتبقى حلوة جدا اه وصفة اللحمة اللي انا فرمتها في الكبة دي ممكن يتعمل بها برضو لكفتة البنية هبقى اعملها معكم مرة برضو بتبقى حلوة جدا ومش هبقى خالص انها لحمة مسلوقة وبيتة في التلاجة ومحدش طادية كلها لأ هيبقى طعمها حلوة جدا اه حطيت ملح فلفل اسود بهارات لحمة ايبوها رب انتو بتحبوا تحطوها حطوها انا لو هعمل بقى فراخ لازم بقى بحب ان انا حط عليها بصل وفلفل الوان والفلفل الرومي وممكن فصنتهم شايفين بقى بانت انها كانت لحمة مسلوقة خالص هنعمل بقى بيها رؤاء انا ما حبتش ان انا احط زيت في اللحمة وانا بعصاجها كتير علشان الرؤاء بيبقى دسم هنا بقى الرؤاء بكسروا علشان الصينية دي مربعة مش مدورة كان الموضوع ممل شوية وانا بكسروا انا واخد ان انا بعمل المدورة بتتحط في الصينية من غير ما كسرها بس دي كمان برضو تنفع لو عندك رؤاء متكسر مش عارفة تعملي في ايه عمليه بالطريقة دي ومش هيبين يعني كله بيبقى على بعضه بيخش الفرن ما مش بيبين خالص انه هو متكسر او كده بس بزبط بقى على مقاس الصينية بتاعتي واهم حاجة ان هي شربة الرؤاء تكون دافية ما تكونش لا سخنة ولا الشربة سقعة لشان الرؤاء لو الشربة بردة مش هيتطر ولو سخنة هيبوش فهي الشربة بردة ولو لقيتوها قصدي دافية ولو الشربة بردت معاك وانتو بتعمله ممكن تسخنوها يعني انا لما بلاقيها كده خلاص بردت بحقوم حط عليها كبشة من الشربة اللي هي السخنة او بسخنها اي شربة عندكو بقى لحمة اي حاجة دي حتة كانت خفيفة فزودت عليها حتة اللي هي في النص دي بس وبحط برضو سمنة ما بحبش ان انا يكون فيه سمنة كتير عشان ما يبقاش تقيل وحطينا بقى اللحمة بتاعتنا عايز اقولكم مفيش حد في البيت خالص خد بالو والله ان هي اللحمة المسلوقة اللي ما حدش راضي اكلها غير بقى لما انا قلت وما بنتش خالص يعني ايه دوبك تسخن مع البصل مش بتبان خالص ده بقى الرؤاء بحط اربع طبقات من فوق واربع من تحت واللحمة في النص بس وبكون مسخنة الفرن من قبلها بعشر دقايق الرؤاء بيحمر من فوق ومن تحت شايفينه بقى عامل ازاي طري من جوه ومقرمش من بره حلو جدا بقى اطعه بقى هو كان سخني جدا وممكن كمان اول ما يطلع تغطوه كده خمس دقايق فيه ناس بقى بشوفها بتحط بيد ولبن لا ده ده في الجلاش مش في الرؤاء وفيه بقى الحشوات ممكن تعمله بالفراخ الحاجات الجديدة دي بس احنا اخذينا عليه اللي هو باللحمة المفرومة هي اول حتة وشايفين بقى الارض بتاعته عاملة ازاي حلو جدا الظهر بتاعه مستوي حلو جدا والوش هنشوف برضو اللحمة من جوه عاملة ازاي شايفينه حلو جدا اللحمة بالطريقة دي وارب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم على خير في الان